بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمياء الكهربائية كم 233 نواصل في الوحدة الثانية أعداد التأكسب يعرف عدد الأكسدا على أنه هو عدد الإلكترونات التي يمكن أن تفقدها أو تكتسبها أو تساهم بها ذرة العنصر خلال التفاعل الكيميائي ولحساب أعداد الأكسدا توجد ثمانية قواعد تستخدم لهذا الغرض لكن قبل معرفة هذه القواعد يجب أن تكون ملماً بتكافؤات العناصر الكيميائية وأيضاً ملماً بتكافؤات المجموعات الأيونية إذا لم تكن قادراً على معرفة التكافؤات فهذا يعني عجزك عن حساب أعداد الأكسدا لذلك قبل معرفة هذه القواعد يجب أن تحفظ جيداً التكافؤات نذهب الآن إلى القواعد حساب أعداد الأكسدا القاعدة الأولى عدد الأكسدا للعنصر النقي الحر غير المرتبط بغيره ذرة أو جزء يساوي صفراً ماذا نعني بالعنصر النقي الحر؟ هو العنصر الذي يكون غير مرتبط بأي عنصر آخر مثلاً الصوديوم هنا هو عنصر واحد وغير مرتبط بأي عنصر آخر ولا يحمل أي شحنة لا توجد شحنة هنا موجبة ولا سالبة إذن رغم الأكسدا لهذا العنصر يساوي صفر وكذلك هو الحال مع الفضة والنحاس العنصر النقي الحر ليس بالضرورة أن يكون ذرة واحدة ممكن يكون ذرتين من نفس النوع كغاز الهايدروجين غاز الهايدروجين مكون من ذرتين هايدروجين ولكن يعتبر عنصر نقي وحر ولا يحمل أي شحنة إذن رغم الأكسدا يساوي صفر أيضاً كذلك هو الحال مع الكلور غاز الكلور وغاز الأكسجين أما في حالة الكابريت 8 أيضاً يعتبر عنصر نقي وحر ولا يحمل أي شحنة لذلك رغم الأكسدا يساوي صفر القاعدة الثانية تختص بعنصر الهايدروجين عدد الأكسدا للهايدروجين في جميع مركباته هو موجب واحد مع وجود استثناء هو هايدريدات الفلزات مثل هايدريد السوديوم وهايدريد الكالسيوم عدد الأكسدا لهايدريدات الفلزات دائماً يساوي صفر والقاعدة الثالثة والقاعدة الثالثة عدد الأكسدا للأكسجين في جميع مركباته هو سالب اثنين يعني إذا وجدت الأكسجين دائماً رغم الأكسدا للاثنين مع وجود عدد من الاستثناءات الاستثناء رقم واحد هو مركبات فوق الأكاسيد مثل أكسيد فوق أكسيد الهايدروجين وفوق أكسيد السوديوم وفوق أكسيد البوتاسيوم معدد الأكسدا لفوق الأكاسيد دائماً يساوي سالب واحد الاستثناء الثاني هو مركب فلوريد الأكسجين وعدد الأكسدا للأكسجين في هذا المركب يساوي موجب اثنين وذلك لأن الفلور أعلى سالبية كهربائية من الأكسجين أيضاً يوجد استثناء ثالث هو مركب سوبر أكسيد البوتاسيوم كي أو تو وعدد الأكسل للأكسجين في هذا المركب يساوي سالب نصف بذلك ينتهي هذا الدرس ونواصل في شرح حساب أعداد الأكسدا في المحاضرات التالية